موسيقى سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم موسيقى وعلى بركة الله مرة نخرى بدون لغة خشب ودائما بدون مواد حافظة بدون لغة خشب هذا اليوم بعضكم اقترحه كثيرا بعضكم طالب به كثيرا وبعضكم تحداني به كثيرا واليوم ما يكون خاطركم ان شاء الله وخبزة فهي تصدموه ولكن صدمت الإيجابية من أركاني بدون لغة خشب والشيالي شحنة موجودة بدون لغة خشب هذا اليوم بدون لغة خشب هذا اليوم بدون لغة خشب هذا اليوم الصحفي حميد المهداوي وكما قال القائل وهنا لا بد أن أسكت قليلا حميد المهداوي شكرا لأنك اليوم معنا بدون لغة خشب مرحبا سيد رضوان وإذا سمحت لي طبعا أشكرك على الدعوة والشكر موصول طبعا للأخوات والإخوان الصديقات والأصدقاء اللي طالبوا أنني نكون نحييهم عاليا مختلف ونتمنى نكون عند حسن الظن لذي الجمهور ولذي لكم مرحبا بك حميد المهداوي اللي قاك نخصي يكونش حالة دي ولكن كل مرة ما جيتش الظروف هاد المرة جات الظرفية را ها كي اللي كي تصحاب لونوياك ما كنهضروه ما كنهضروه ما كنضحكو وقيلة صحابه ما إحنا عدي هاني ممكن صديق صديق سير روان الله يحفظك سي الحميد ولكن الصداقة ما غديش تكون مانع أمام حوار لا شوف أنا ما نسمح لك شي لتحفظتي في حاجة صافي أنا عاطيك ضوء أخضر لأنه حتى أنا مني كن نكون كندير أنا صحافير طبعاً دونك نعرف الإكراهات انت ملزم أمام جمهور مقيد بأخلاقيات ديال المهنة فما يمكن لي إلا نقول لك خضرحتك أنا خضرحتي وهدي سبع سين باش تلاقينا في حوار شهير ما زل الناس يستشهدوا به هادا كان هش كيسميه هاداك الذهاب واليوم الاياب والدوزان ديالك والدوزان ديال واخد ذهاب القيام بجوش تلعبوا في تيران ديالنا لا رحباً لا رحباً وإلا بالله وإش فرص حبيب المداوي إنه بزاب الناس غيقولوا لك اليوم يعليش قبلتي تمشي عندك العياش ديال الرمضان نعم عهوش دراسك نعم ما عندك مشكلة نعم اللهم يسير حبيب المداوي عندنا تعقود وحيد في هذا البرنامج أنه انطرح السؤال اللي بغيت وتجاوبني بدون لغتي خشب نتفق وما تقطع موال ما نقطع موال صحيح لا أنا ما نقول لك زع ما قطع فلا ما ما نقطعش لهالدرجة كارشك ما فيه إش لعجينا الحبيب المداوي نعم مشكلة قاعد اللهم ما يسير العقد وشريعة المتعاقدي المفروض أنه كان بدهو بالسيفي بدون لغتي خشب ولكن السيفي دي الحميد المهداوي كنظن أنه معروف وبالتالي ما غير نركزش فيه بزاف إنما قل بعض المعطيات من بابي الإحطة بشيء حميد المداوي تزاد نهار واحد يناير عام ألف وتسعمائة وتسعود سبعين سبارك لله ركادي وكاد كبير الحمد لله في خنيشات خنيشات تحية ساكنات الخنيشات منطقة الغربية منطقة الغربية ساكن في السلاة متزوج جوج الولدات الله يحفظهم ولد المسلمين والغربة والعالم كامل يا ربي آمين السافيك يقول بأن المهنة دي لك صحافي صحافي ولا مناضل وشوف رضوان هاد سؤال تطرح لي بزاف وموضوع جدل بزاف وفيه واحد التغليط بزاف بمعنى هو الإنسان نخرجه من الصحافي نظره من حيث المبدأ إنسان مره مناضل الإنسان بطبعه يناضل من أجل ماذا؟ من أجل يعيش مزيان هو والناس اللي معاه البشرية وناضل حتى من أجل الحيوانات يوكلهم ويشربهم من أجل الطبيعة يحافظ عليها ما يبدلها يفكر في الأجيال المقبلة فالنضال هو صفة لصيقة بالكائن البشاري النضال صفة لصيقة بالكائن البشاري اللي كيوقع هو أنه في الصحافة أعتقد هذة الكلمة هذة اللي بغير يعطيها حمولة سلبية هما بعض الناس هنا بعض الجهات بعض الجهات تضايق من العمل الصحفي من اللي كتشوفه مزعيج ومشاكيس وكيوقف مع الناس المظلومين فكتبغي تحملوا ذاك البيصات وتبغي تعزلوا أمام الجمهور بها الصفة هذا بينما هذا فقط تجني أنا بالنسبة لي بأن الصحفي هو مناضل ولكن يناضل على واش صحفي يناضل من أجل الحقيقة والحقيقة ما كيفترش فيها تكون بلاسة وحدة الحقيقة يقدر يكون لوزير أو للغافير ما كيهموش المهم أنك تصل إلى الحقيقة الحقيقة طبع الحق دائما هي نسبية ولكن يكون محركك هي غير أنت فينك لمشكل تنتصر للحقيقة لا يهمك صاحب الحق واش فقير لغاني غافير لوزير المهم هو المبدأ 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 طيب فعندك أنت ماء سياسي حاميد مدوي لا أبدا أبدا قلبك كيميل لوحد الجيها نتقول ليسار على كل حال لا أنا عشت في جربة اليسار وأفتخر وهذاك تاريخ كنعتبر بأن تجربة ديالليسار صقلت موهيبتي لأن الفكر الماركسي والفكر اليساري هو مشي فكر سهل وخلاف ما كيبغي يروج له البعض راح الرأس مالية استفدت من انتقادات ديال الماركسية هذه نصصة الرأس مالية طورت رأسها بدك انتقادات لدارتها الماركسية عندي تحفوط بعض الأمور ومن حقي وخلق لي نقاش مع الإخوان ما يتعلق بعض المسائل يعني عادي جدا ولكن مني كأدوات للتحليل وكأدوات للتفكير أه قلب ديك طريقة يعني الفكر اليساري عندك ولكن تنضيم ما منتعليش لا أبدا ما منتعليش في الإعلام خلقتي طريقتك حميد المهداوي على كل حال كتحمل مسؤوليتها طبعا وخلصت عليها وبقي نخلص عليها الى اقتدال حاد عادي وعادي جدا ما عندكش مشكل مقتنع بطريقة او مدرسة حميد المهداوي بيان سور ما عمرك حسيتي بانه كين اللي كي بغي يأكل في مكتومة هادي حتى انت عيكو شو عاد في مكتومة الحياة هادي اي انسان نرى الباشار هاد واش قاعد لكي قربه عند حميد يبغيه واش قاعد لكي يجي وعن دفته اه اه نكي اللي كي بغي قدي بي كي اللي كي حبك كين 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 هادي وعادي جدا ولكن انا دائما كتكن قولها وقلت في مناسبات سابقة ابغت حاجة الصحفي اولا نهاية الصحفي ومنكيت مانيبولا الصعب حاجة هو انه يتوظف صحيح بزاف الناس حاولي يوظفوني ونقدر نكون توظفت شي وقت ولكن يشهد الله ويشهد الله معهم مرزع ماما كنت واعي بشي بشي توظيف ضد شي واحد واجوندا وشي مقابل الا انقتنعت بالحاجة لا لا اقتنعت وي يعني يقدر يكون نقدمك شي واحد في شي حاجة يمكن ما نعرف قولك انا ما عنديش دابة ولكن يمكن اقول يمكن اللي عطيتيني شي حالا نقشى معك طيبا في سافة ديالك حاميد المهداوي كما عرف الجميع تلسين ديال الحبس الاعتقال كان نهار 20 يوليوز 2017 لافراج كان نهار 20 يوليوز 2020 بالتقيقة واختها تلس سنين كاملة بالتقيقة واختها وهذه سابقة في تاريخ المملكة المغربية هذه سابقة في تاريخ المملكة المغربية ولو وقينا تانية رشيد نيني رشيد نيني ما كانش هتشي في تاريخ المملكة دائما الصحفي كتجي واحد اللحظة بصرف مذاب حقيقة صحيح يتممون عقابة عقوبتهم إلى آخر وهذا تحول مش دينا مش دينا المغرب لا يشرفونا ولا يريقو بنا وهذا الشي فيه مسؤولية أطراف متعددة أنا تشكرت فيه وبحثت وعرفت كيف يتصاوب الأمر في الحبس والأطراف باش ماشي كنت نقول كنت توجه لشي جيهة من الله لا لا مع كامل الأسف هذا الشي خسي عدد من هذا إنه أخارا سجلنا بألم مبقاتش الرحمة في المغرب مبقاتش الرحمة مبقاتش الرحمة شوفها ردوان نقدرنا بالك شوية هاد الموقف ديلي ولكن أنا سجل وعطيك تجليات هلا بغي شي بزاف مبقاتش الرحمة مبقاتش الرحمة في المغرب أنا أقولها ليك هنا بعض وليك مني المغرب مبالغ فيه حميد المداوي وشوف نعطيك أنا صورة بسيطة جدا شوف أنا كنظر معك بقلب بقلب مغربي الحبيب لم يقدرش واحد يزيد عليها حبي للمغرب والبلاد وحيرصي على المغرب يكون أرقى أمة أقسمه لك والله شاهد على ما أقول أقسم لك بالله قدرني لك بموتها الفخر والاعتزاز كان بغي المغرب يكون أحسن الأمم وبهد المؤسسات اللي كيندابها طبعاً ما شي بهد الخدمة اللي غادن بها كين بهد المؤسسات ما ما كينش عندي شيء ولكن مني كان هدفها بغيرة وبحب المغرب را كان كينتسامح مع الناس قتلوه أخوتنا المغربة وتآمروا على وحدتنا التورابية قتلونا أولادنا وتسامحنا معها يومنا ما كينش كينتسامحوا مع تدوينا ما كينش كينتسامحوا معا هذا الشي زي ما خمستاشر عام صحافي العشرين عام ما هيكون كين مكان العالدوا أولادنا ما نقولش أنا في التفاصيل وما نقولش في القضاء وما نصادرش حق الأفراد الأخرين ما حق كل واحد يبشي للقضاء يمكن الصحافي غلط يمكن الحقوقي غلط ولكن أنا ممكن هنظرش في هذا المستوى وكان هنظر في هذا المستوى آخر دي المغرب القلب الكبير مغرب الرحمة مغرب تعايوش مغرب اللي كان محتى اللي كيحل مشاكي اللي ما زعمتش دوال هنا حللنا مشاكي الأفارقة وحصادناهم هنا مغرب دي البيت اللجنة القدس مغرب اللي كيصيفة المستشفيات الحماس المغرب اللي كي يجمع كل شيء مغرب هذا عظيم وبعد الناس كيسحب لهم كان بالغة رأي كان قولها بحب رخصة أنا رأي كان شي فاضل عن السجن وأنني قرأت شوية القانون وقرأت التاريخ فيت كان قراء المرابطين وقرأت الموحيدين والمارينين فالناس وعليتي كذلك مملكة المغربية مملكة عظيمة رأي ما شيء طيب حميد خرجتي من السجن وش الله ما عاودتي تكلمتي في مذكيرات كتبتي تدوينات أعطيتي تصريحات أنا عندي سؤال وش عاودتي على كل شيء لا ما يمكنش أم من درتي الراقبة على رأسك ما يمكنش تعاود كل شيء ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنك تعاودهم نعطيك واحد مثلا نعطيك عامودة مجارس أمانات طبعا وش نقاش باللي وبيل المدير وقل لي يا أخويا المهدي ما يتعطيك عاميش مدير جيه وش عنقولها ما غا تكشفش دكش عطيك عادة عامودة ما يمكنك شكلك كلش ممكن بزيف الأسرار ولكن بستي الرقبة شكرتش يا عوائش ولكن هقطعوها حبل هذا ممكنش عنقلك ولكن ما يمكنش ما يمكنش وعلى أي خوفا ولا لا 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 هذي شي مسألة شخصية وليا ذي ما عنده علاقاتها بغير هي. احيانا احنا منتهل كنقول هل مازال مازال عدنا مشكلة حقيقي باش بالتربوس مازال ما بعض المواضيع عدنا دي طابو مازال عدنا مواضيع ما عدناش واحد نوجيش فكري اللي ناقشوها بعادي راح بعض المرات احنا بعض الاوساط الانسان يقدر هو كيدير شي حاجة ويحاكمك عليها هو لكيدير كتر منها وينوض عليك حيحة وقيل لموتربسين وقيل لهات شاء بعض المرة حتى الحقيقة مش ينتكد لهم هو لو ما غيرش يقول الحقيقة ممكنك سنتحر يستخسر ولكن في السجن هاد المرحلة دي تلت سنين عاونت حميد المهداوي انه يشوف الامور من زاوية اخرى او وجهة نظر اخرى يسير في غابر يقول لك شاعر في غابر الايام ما يعض الفتى ولا خير في من لم تعيده التجارب في غابر الايام ما معنى الغابر الايام تلك الايام السوداء الحاركة في الازمات هي الغابر في غابر الايام ما يعض الفتى ولا خير في من لم تعيده التجارب وكروبسكايا مرتلين كتقول لك اه ليس كل انسان يستفيد من الحياة وليس كل الانسان يعني اسمته بمعنى لشنك يصنع الانسان يلمحن سجن محنة سهم في وعيي اه سهم في تكوين شخصيتي فتح لي عيني على بزاف دي اللي حويج تقولوا انه حميد ده المراجعة مع راسو وخذ المراجعة كتكون عنده واحد الحمول اخر لا لا تكون الحمول اخر شوف احنا عدنا في درجة المغربية كنقولوا الراس لي ما يدور كودية مع عارشوش كتقولوه انت شو ما فتفقه انت راس كدار ولا كودية ينسير الراس لي ما يدور ش كودية هدي راعة ما قولة شعبية حكيمة الراس لي ما يدور ش كودية هالخطورة فين كاينة هي أنك تدخل الحبس وكتخرج وكترجع للحبس وكتدخل الحبس وكترجع وكتضغلع أنا اليوم عندي تحدي واحد كنحطه وكنقول لها رجعت الحبس أنا غابي إذا رجعت للحبس غابي غابي ماشي معناها عودتانياته نصيغس نستفهم كلمها حدا بقنا راهدك شيلي كتش كنقوله قبل الحبس را كنقوله هو النيش شنو الفرق شنو الفرق الفرق اللي كنقوله بشويض القانون قررت شويض القانون هادي شحال ماكتش قاري القانون حميد المهدوي المابعد السجن لبضبطت القانون لبضبطت القانون شوية لا لا بالمناسبة لبضبطت دوي وحاضي ثواريك بالمفهم اي يا عادي وعادي جدا حدب العبراتورة مش هي نمشي للسجون عنا العبرة هي نفعوا بلادنا ونفعوا المواطنين دينا واشحنا أخولي قناة باش نقوله بأبطار لا انا عندي ربح الشي دبان عطيك غير ميتشل دبان انا جي عندك وانا فرحات ما تقدرش تصوره السياد واشحنا انا فرحات الله يكبر بيكل ليلة انا فرحات جاتني مكالمة علاش اخويا اردوان علاش اخويا المهداوي اللجنة من الداخلية القيام انا ايضاف في قناة يطلع على واش دك الفيديو اللي يدرت شعله هادا انا هالشي اللي كنت اختاره مع بعض الاخوان اللي كيبغي ما بغيش ندخل معاك التفاصيل لا خسك تقول هاد الموقف وعطيني رأيي يكمله له اما الشي بالدرورة نعطيك ارائي من فلان ومن فرتلان انا صحافي الشي اللي جيت عوقفت معا ردوان ضلموا القاعدوا ومعطاه شكده شكده شكونا ودرت واحد الفيديو الله يجعل بارك وجال عامل وحلموا شكي ردوان انا رابح فرحت ردوان رأما الشي العبرات ونعطيهم مواقف سياسية نارية غادي نفصلوا في هذا الشي حاميد المهداوي عارفت موصل الفكرة ولا لا لا الفكرة وصلت ونتمنى تكون كذلك وصلت للمستمعين والمشاهدين حاميد المهداوي من بعد الاعتقال ديالك بساف دي الناس قالوا المهداوي بيعوه العجل شكول هادو حمسوك كثرة من القياس قبل او لن بعد قبل الاعتقال كن شويتي كثرة من القياس بقيت يا رأسك واحد الوقت وفي السجن وربما في السجن الناس اللي كانوك يشحنوك او يعبقوك اختفوا لا 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 والله ما عمرش واحد عباه الانساني قباتك بالله العالية نهائيا انا اعطيك اللي بغيته شوف ردوان الالم اكبر من خيطابنا الاعلام والمغرب الالم 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 ديالا شو بالضرب حاميد المهداوي الالم الناس والمقهورين والمزارات والمحكورين صدقني انا اعطيك صورة بسيطة لا قدرش يدوزها ما عنسميلكش صافي انا جيت لكازا هنا بيت اليوم في كازا بجيت عندك زيطة نادرة انا وياك ليرا قلت لك عندي قلت لك عندي واحد سيدة جبتها معايا اكس بلا ما اعطيك غي صورة وبغيت المستمعي الكيرام انا وياك في هذا البرنامج يتأملوا فيها يتأملوا فيها بألم سيد بلا ما نقوله شكون هذا محامي في قناترا سيدة ما تولجوش خوتها في كسيدة كسيدة في كسيدة الله يارب تبع معايا مزيان ما دارت اجراء ما دارت اجراء وانا كنعرف هذيك السيدة مسكينة مشيت عند الوكيل العام انا دخلت عنده رهد بفدار الحق وعضلان تحقه نويه الوكيل العام دي القليطر مات دخلت عنده كسيد الوكيل العام هذي المحامي قال لي ياسير مهداوي هذي رمى عدنا كنديرولو عنده تقريبا شي ميتين شكاية شيت عد الناقيم في قناترا قلت له هذي الناس ما تولو مشوش خوتهم عزارة بيناتهم عشهرين ترزاو اه يو الساد يديرو على الاجراء قال لي يالناقيم في قناترا قال لي معدنا من ديرولو صور عيطلو انا انسانيا ما عندي تعالقى بها دنك عيطلو السيد المحامي والله شاهد علي وعندي التريفون هنا هو ده باسحاب الوراة تتمحى عندي الأوديو ديالو هنا مسجل قلت له فلان اه للا ديكسيك عادي انا منوشه قلت له فلان قال ليه قال واحد العبارة نابية ديك ليه ما تقبل السجن ونا نسجل هالو قات مسجلة وانين قال لي عبارة نابية ما تقدر تصور عبارة شني هذا محامي في قناترا ما نسميه لك احترام ملك سمعتها الوكلة دعيني الله سمعتها الناقب محامون قناترا نجيونكم الاسماء كلهم تقولي السيد المداوية ذاك راح حالة عقلية اه يبدو لك الحالة عقلية حي دورا راكي ادي الناس هدي شي هي السيمانة هدي شي سيمانة جاي في قناترا وانا انا عيطلو معده السيجن قلت ربما ومعايدك سيد المسكين المكار قلت وفلان تعمل معده الناس مساكن جوج الناس ماتوا لا تعويد لوالو اصافي السيد المداوية دا 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 واخا وقع قل لي عافاك عادك الاوص تجي الصوتي حيدو وانا والله ما ناوي الاوديو كان في بلاس اخرى محيتولو اخلاقيا قلت له انا نحيدو لكم اليوتيوب تتمحى بني تتمحى قال لي واسي ليشي عندي غدا قبل من محيه لا غدا بشاش باع فيه سبه بنسباله الاوديو بشام قا عندك تاشي هو الاوديو او باقي فقلن تخر سبحان الله بشينا دابا عند الناس انا جيت فسابي الله عزيز هدي النيات رباح ماذا قال لي يا تسيد دا بديو مفادي الحواديش قال ليك حرام علي هاد المحامي جوج اعزارة كيموتو لا ربعا ما دارت تاجراء او رانا قال الله ما دارش او دابا بحالة الحالة اعطيك اطنسيو بشي بغيت نعود لك هادشي قس على ذلك في المغريب بحالة الالام انا كالصحافي منا نسمع اش من الاسلوب اش من اخي طب اعلم اش جاهد الوكيل عم قدالي والو النقب مقدالي والو المحامون هالناس كتتألم اصر بشه ولا جوج اعزارة صعبي والمحامي ما دارت تاجراء وتي سبك اعلاش حت المحامون ماتنسيو مشي كل محامون هنا محامون العمرهم ضار باعا ولكن انا كنعيب على بعض النيابة مشي كلها العامة مخصناش نقاو نشوفو النقابة المحامون نقابا لا انا مواطنين اذا اخويا نقفو حاج كنا بعض النيابة العامة مكتبغي يصطدم على المحامي حقها نقاب عيد الوقافات حقها تحول الجلزات ومنك يتعلق الامر بمواطن بسيط القوة والتنفيذ حميد المهداوي اللي سبحتنا نرجع معاك للنهار دي للخروج ديك من السجن خاكت متردد في المسألة وش تبدها ولا مجبزهاش الزوجة دي لك واللي هي بوشرة تعرضت الحملاء دي اللي هجوم كبيرة جدا آلمك ما واقع حميد المهداوي وطلق ديك شوف هدوان اللي قولك جوج اللي حوالي اولا صدمك بالاحرى لا لا واقسمو لك وربو العزتي لحد تساعدك النقاش مديش فيه لي؟ أنا أقول لك ثلاثة الاعتبار نهي؟ الاعتبار اللي أولو اللي أولو قل ما نقولها اللي يخلي لكل واحد مرته كي يسمعني أي واحد عنده زوجته وأي مرغ لي خلي لها رجلها راه الدنيا متاع وخيره متاعيها المرأة الصالحة أروع مكين في الدنيا كديك كداب هو الرجل المرأة وليك تكون لاتهم الساكين وصل لارزقهم ربي بشي درية صالحة وقصة سانية لها كان شوية فلوس باش يقوموا بيوم تكييد الدنيا هادي الأصل أنا بحكبها أنا عندي مراقة نعتبرها صالحة مقتين عيبها كيف فيه هالضربات وهالرقصات لا تؤثروا فيها أنا مقتين عب زوجي هادي واحد جوج أش يا رضوان هل يخفى عليك دفا مسؤولين في الدولة المغربي ومسؤولين في العالة واش سلموه من هاد النوع من الحروب القادرة طبعا لا ونقول لك أنا حتى شخصيات تاريخ البشارية شي معروف مهي أنه الأمر ما أثرش فيك أو صدمت ما يأثر فيها ولا عادي وعادي جيد ثان وثانيا تخارج صانع الحادث ناسك يحبوك راكي ليك يكرهك راكي ليك يكرهك راكي يقدر يكرهك يا رضوان لقا ما يجلي على لبس أنت هكا بعض الناس هادي قوة ما يجلي عندك هكا وما يحمل هكش شوف واحد ش نكتب لي البرحة في تدوينا درت صورة أنا ومسي محمد خريفة الله يذكره بخير محمد خريفة صديق ديالي وكان فتخر به وعزيز وخا هو بناتنا لاش هوتي يقول لي يا صحيبي تيجعيش بوالدي محمد خريفة نعز عليه تستان دوت تلتية من الاربعية بخلينا واحد الفوته محش كيف اش شبتها شي عاجة وانا رحطها طالوا عش نكتب لي في التعليقه المعشية دول قل يكون مقرد ولا بوحد العبارة المهداوي بقى معنا مقرد لنا الصورة فيها الفوتهي فيها القنزة أنا هادي ديال المقرد بقى مقرد واخصك المهداوي تبقى مقرد وتصور حدا المرجع وشوفوا هاد المداوي رايبوش كيلة الوستان رايبوش كيلة باشي كل شي تولموندا طمسك بعض الناس المداوي غلاضيتي شريتي وحطانو بيلا ما غنبدل هاش علاش الناس عيهضروا علي وانضروا بالحياة طبيعة حي تخسرة باش يبقى باشع الله خاطروا خاليوش عبطانو بيرنا عند رشي كسينة اللي بقى بطانو بيلا بخسرة واخا حارة بلوان يبقى انو اللي حبس بتدلك تجليبت السجن تلت سنين اويا واسمح لي يا رضوان عفلك عفك عفك اسيدي واحد تحية خاصة مرحبا للسجناء اللي دازوا معي عقل عام وزيف كعرفوني لينة ربط عام حلقة طيب وتحية كبيرة الموضة في السجون ولي موضة رأس سجون اللي دوس معه والجوندرم اللي داوني في ترونسفير واعضاء الفرقة الوطنية اللي داوني وجابك الحيي كانت شكرا كل شي كانت بغيوني يا الأستاذ شوف انكتب علي كانت تكرفص بشي حويج لهم كأشخاص كانتين هم اللي من عاملوني أنا كأوضاع تكرفصت البلاسة اللي تحطيت فيها تكرفصت من ناحية بحالي بحالي بحال السجين اللي ماكلاك باش نجيب الحقر أوي اللي كذبت الله يخلصني اللي كذبت سمعنا كنقولك الحقيقة ولكن مني كمودير سجن مسكين ما كيلقاش ممكنش يعملك حسين منسو جناك يخاف وقع له مشكين ولكين كتحس بيه كيبغيك ما كي أهديكش كنا بعض وقعت بعض حويج الواحد نار ما وحد مودير في اللي تسامحه الله شوية ولكن عموما كنت عاوض أول بحالي بحالي والله ما دار معي شي متياز أنا كنقول لك دابك طبق معي القانون عندك يقول لك دار معي شي حاج والله ما بغوش يديره معاك القانون لا القانون ولك بلنيك إنسان زوين كنقولك زوين أنا اللي فراسع لو دستل درتيه مرافعة ولا كورسي الحمام لا ديك حلوة ديك شكلها كاردوة ديك خسي العودة الحفار قبري قلت لما دام جيب لي يا كوريسي دير ديك ديرام ديك الحمام ما عندك فيت قلس وهد الكورسي صحي بحالي غان دخلو للجنة عاربشي ما ممكن لك دخل كل هاداك الكوريسي الصغير والحمام بفلاستيك شوف أردوان الله يشوف السيجن طلبول عدوك الله يباعدو عليك والله يباعدو عليك كل واحد تسام عنه هنا سمعني مزيان أخو يا أردوان فضل متشوفش علاش انا كنعيب على بعض الاشخاص هات الصحفيين والابو عشرين ولا الزفزافية ولا ولا هاد المديمي يعطيني خاطر كنتش فهمني فضل هدي قصوة مبالغ فيها احنا مغار بزوين انا اخويا اللي حب الصعيب أرجع ليك الكورسي حي تزوينا الكورسي الكورسي يا ردوان قاعدت المعدنة بجي بالكورسي واحد من نار جاب كدير كورسي أفغوش يدخلو لي دخلت شديت لك تشد الورقة عدوك ديال غرون فورما دبا اللي حلوية شدرت شدت بحاجة في عدل هاد يبو طالب المقريزي جبت المعتاصم الدستور القانون الجنائي قانون 28-23 ايات القرآنية حديث نبوية العهد دولي الحق المدني والسياسي العهد الاجتماعي اتفاقية وقصمان بالله الى ثلاثة السبعة من انسانية اللي غريب في الأم ولا نديرها بديد نقران وحضة اللحظة ولا نطلق دحك عبوا بزيارة بحاجة جيب عند انتبو عدك هات الكورسي الموسخ غير فيها جاب لونا المعتاصم مستشار والديوان والدستور باش ناخد الكوريسي واخديت الكورسي في الأخير لا اخديت وما شقة انفو صراحة كورسي يا صاحبي راح شوف هذي من اللي حوي زعبة اللي ما تنفذ اي سجون في العالم طروري الساجين تلفازة تلاجة تلاجة في فرنسا هات تلاجة الأستاذ تلاجة كورسي هنا كيتبر هنا عمقة دي الأزمة في السجون المغربية كيتخذ نوره الأمني حيث الحبس كتدافع وشوش أطروحات الأمني والحقوقي والحقوقي ما هو الحقوقي؟ أنك من حقك انت في كورسي وطابلة ولكن الأمني أنا دايما الأمني شكي يقولك الأمني على السجون ما هات يربيهم شي حاجة يقولك ما هي غايت ضربوا لي العنف اه إذا هو مش ميتلعوش التقارير تضرب هذا ومات هذا كيشي وص منهم حميدا الساجين خص يدير اللي بزوان ديالو يدير بي 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 سلحولي يا ولا الفاضلات ولك هذا خص يكون مغطي ولكن شكي يقولك الأمني لا سيدي تم عيوق عليه الغتصاب بيناته ومعين تحر لي والسابعين والله العظيم للملايا في شهر ثمانية خصك الضوبة لو تخشي كينو كينو واحد كينوض لك معا واحد كان كينوض هذا بعده كان معي في الغرفة كينوض مع السبعة ديال الصباح وبحليك يعاقب لك يا أبلي وتعرف ديال السبعة تصباح يسمح لي يرجم هو الحيط هدي واقع سيجني خصوم يعرفه وخم وقليم مزيان تصور واحد واحد كان معنا في الغرفة يوميا مع السبعة تصبح ومسكين يا ربي تسمح لي منو احنا عيبناه وكلنا ما مصارلو مش امو هادو تصور كيف يقلك مع السبعة ويوميا وتصور انت في شهر ثمانية اللي انت كتكون عريان وعلي قصات عن المهداوي مع السبعة كخصنين غنبر الملايين لانهم باش يتحداك يا صاحبي الحفراء مشكلة وغاد غايجي شي واحدة بك يبدي يزايد عليك يبدي يهاجم لك ويسبك شو باش دوسي كي يزايد عليك حميد مهداوي علاش لأنه كين البعض اللي كان كيتسنوا انهم لي غاي خرج حميد مهداوي من السجن خصوصا انه اكمل العقوبة غاي خرج متطرف في مواقفه ويسبو يمينا وشمالا يعني خيبت امل البعض فيك حميد المهداوي هو شوف اول نقاش هدا سؤال ديرك زوائي ناردوال وبرافولي كاتش يخصو الناس يسمعو احنا رف واحد اللحظة معك من الاسف خصنت صنت والبعضيات شيش حيا من حاجة والله يليك التعرجع بالحوار مكتعرج بالعنف ولا بحق شديك كم حاجين قضينا بحركة لا طبعا احنا المغرب رعندو قوة الاستاذ انا ما كنقول هاش بتبايديق ولا الحيس كافة انا رعيش مكع ثاني تجوعة تشرب عذريات ولكن كلمات حق تنقولها ها المغرب عندو من المقومات ما يكفي باش يترافع قدامي بضلة ولكن ما تتقلقش مني الدولة دياري بحط المرة كتخد معايري كميشية عادة لك لنا ما كنفهموش بزير بسرحونا بش ما نقوش غالطي وبحط المرات ما عارف كيستعملوش العنف كنمكي نستعملوش حده بالمسيرة دل دياري لحد كنا كنتظاهروا في المغرب الاستاذ حناية بمسيرة في المليون وش دل المليونو والمغرب هو هادة اليوم كنيش كنتسامحوا مع تظاهرة قوتنا في قوتنا في التظاهر قوتنا في الديمقراطية قوتنا 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 اه ليش علما اننا قادر نناقشوه وعدنا مقويمات عدنا اجماع المؤسسة الملاكية قين بعض الناس كيختلفوا معها عادي والكمال لها عز وجل هادي قوة عندك مؤسسة عليها الاجماع ما عندك شفيات برزيط عندك تنوح حزبي مؤسسات حزبية عندك تربية نيضالية عندك شعب دوز يلبي البال في المسيرة الخضراء بتاع رجلو وباع كده قلت له تبني المسجيد باع البغل وباع الشاريو قلت له دخل في كورونا دخل دخل قلت له الشعب رائع هادي جانب المقويمات الجغرافية والقرب من الأورا هادي اهنا نقوله من هاد المنطلق فاش كنظر عمقولكو عاد فكرة اخويا ردواني لا سمعت لي قولي اجاوبني على الناس اللي كانوا كيتسناوك انك تخرجوا تبدأ تشير بالحجر حيثاش دوزي تلسين دي الحافظ على شوف اردواني راح انتيق اخوك حميد عايش اخويا عايش اخويا وعايش اخويا الاخري اللي كان قلبوا عليهم باش نخلقوا منهما اما كينا نشاء الاستاذ كنا احنا اشي الخرا يندوزوا في معا بخدمتنا وشوي التواصل بين ادنا انا كنخلعوا باعوا وما كنوالوا راحنا قويين ارضوان كنا واحد الخيطاب كان عطيه قوة دك الاخري من هو هذا الاخر؟ الاخر هو الفقر الاخر هو اللي اسمه حميد عياء اخر هو الفساد هادو كستناء لا يمعي القاعدة ولا ما كانوا في تاريخ البشرية خيروا خلق الله رسول الله وهاجموا هالأستاذ صلى الله عليه وسلم وهاجموا فلان وهاجموا الامراء والخلفاء وهاجموا المفكرين وهاجموا هاجموا رأسوا النات الحياة مش يتم المشكلة يلا بقى يناكن هتموا بذكر الاقلية اللي احنا نبرزطنا ونقادوا سياستنا علىه ودهم غنضيعه خسنا نشوفوا شنو عدنا احنا من امكانات كام غاربية عدنا ما يكفي انا قلت لك عدنا مؤسس عليها الاجماع عدنا ناس كي يخدموا حدنا مو ما كيعجبش اللي باعه ليعجبو لم يعجبوش اشوف هاتشي لاش كاي اللي يخرج واعتبر بانو حميد المهداوي قلب الفيستا باع الماتش شنو هي باع الماتش شنو هي باع الماتش انا راه انا كدقال يوم كنفهمهاش بصيغة اخرى حميد مهداوي دخلتي للحبس بشكل خرجتي منه بشكل راه هنقولك شنو قاعدوا عسيدين انا راه بقي انا هو انا غير الخطاب ديالي راه بقي نفس المبادئ اللي كانت عندي قبل غير الخطاب ديالي اصبح اكتر يعني انضباطا لقاموس قانوني وبروغت مؤسسات وحيت قريت القانونة ندور فرق قبير مكش كان نعطيك ميتان احنا نبطل نقاش قاعد نجي ونخرجوا لانيشان شنو هو الانيقاش دايه المؤسسة الملكية يا الموضوع الانيقاش يا الحد وش هنكت ملكي قبل الحبس وانا شبيد لك فيديو قبل ما ندخل الحبس عاش المائي لا خلي فيديو صوت وصوت اذا راه الناس غالطين كان ممكن هاد النقاش يكون حقيقي وعنده شرعية في حالة وحدة كان ضد الملكية ويوجه هاهروا بداريك والعيادوا بالله واليوم كيقول لنا اه وي الحبس روداك ما انا قبل الحبس كنت ملكي وقلت وكليت عالعصة قبل وهاجموني قبل نجيك فيديوهات هاجموني قبل الحبس حارب داروس ونحطيك بعض الاسرار ان في الحبس ودي الا اول مرة غنقولها فضل طبعا انا كنت في الفوصحة في الحبس الحسيمة جا عندي واحد ما لقيا ماهم قل لي حشين اهلك حشين قول ابناك قل له كيف هاش قل لي من لي هزينك عاش المهداوي قل لاش كين جبناك ونا ما جبناكش الحبس وقصمان وربو العزتي واحد معي في الحبس معتقلي الريف واحد رمشي ريافك ياملين واحد اعطيتك عجرح هذا واحد من ذيك العقلي يلا قل لي جبناك او ما جبناكش قل لي مني جيتين الحسيمة واحد المرة عقلتي باش طلعوني فوق وقلت لهم لا 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 ما تقولوش عاشة عقلتي الى هذي قل لي اوش كون جبناك او ما جبناكش بمعناه زي ما صيدناك وهي ادي عاش المالك اللي كتقول هاتا عشتي احنا عشناك عشتي احنا صيدناك على هذيك عاش المالك را قلتا قبل الحبس اردوان الناس ما عنده مش ذاكرة راه انا بقي راه شو المشكلة راه قول عاش المالك ولا ما تقولوش عاش المالك ذاك الشيكي يلزمك راكين قانون جنائي لي محدد اردوان وش كت احتارم حقوق الناس بمعناها واحد تقولو عاش المالك شفعت راك يا عش المالك وقدر يتوطع المالك لاك شك يقول عاش المالك كان من اقرب المقربين الى المالك حميد مهداوي انا مش محدد هد هد عاش المالك ماش شك عاش المالك هداهد غي واحد النغور كيدده خلونا مجانى راح شوف يا أعصد اللي عامام حميد المهداوي وش كأن وقفلك مع الفقارة وش كأنت ندرك على الاسعار إلا كانت شي هجوم على الحقوق الدستورية إلا كانت شي هجوم برلماني أنا حاسبني هنا حميد مهداوي كاين الناس اللي ما كيبغيوش حميد مهداوي تكلم بهذا الأسلوب واللي يدافع على المؤسسات واللي يدافع على بلاده بغين حميد مهداوي اللي كيشير بالحجر لا نعمل شيرت بالحجر وما عملي ما غنشير بالحجر ربما بعد تعابير قبل السيجن كنت فيها غير موفق عادي لكمال لا تبرز كاردوان إلا رجعنا لك غير شوية طبيعي جدا تقول هادي ما كش نقولها وهادي نقولها وهادي ما نقولها كين واحد ما قول زوينا دي العماد الأصفهاني تيقول النقص من جملة البشر تيقول أي إنسان مكتب ما قال إلا وقال لو أضفتها دي لك أنا أفضل طبيعي جدا هذا واحد نص دي العماد الأصفهاني الله يذكر بخير وأنا مش يحبيب مهداوي انتك هذا كل عساكتر بحل لخنتي دي الصورة اللي يرسمونيك لا أشوف أنا أقول لك أردوان الناس أنواع هادي البلاد هادي البلاد فيها تنوع طبعا عليش دي بنا خطبي في شكل لثلاثة هادي الاعتبارات للناس اللي يكيشفوني مر الحبس أول الخطاب مع طبيعة المشكل إشكال ولا كحد الخطاب مش الخطر كحد الإشكال طبيعة المشكل كحد اللي يهوحد نعمل الخطاب جوج أنا ولت عندي تقافة قانونية هادي جوج ثلاثة كل واحد في هذه البلاد أنا كنحس بالناس بالفقارة والمزالة كنت بناهم كنحاول نعاونهم الطريقة لي كجبالية ولكن عمري خنت شي ناس في ميلف عمري تبزنيت في ميلف عمري مثلا إيجا عندي صحيح كيوقع عليها مشكي الناس بزاف كيكتبوا عليها كنعيطوا لك إنها عليها الضغط وأنت مجربة أرضوان الناس كي حاسبوني ما جاوبتين أعطيتك هذا الميلف وما خدمتش فيه ماشي ما بغيتش مالحقش عندي جمارة عندي عندي ولكن أرضوان را خطابي هو خطابي أنا را بقي أنا هو أنا كينا لبعض أرضوان هذا هو اللي خطير اليوم هادي الناس أنا مشي معاكم هادي الناس ولو أنا مكي أطرش فيه كين تدفعني جاوبهم ما كين مشكل اليوم أرضوان راحنا في زمن الجزر وهال تشدود اللي كين في المغرب اليوم اللي أعطيتك هالها ظاهرة كونية اليوم وش أنت كتعتقد كو كانت فرنساية فرنسا وش بقع ماكروني إي أخو الله هيمي كون رئيس فرنسا راه ماكرون عنوان ديال ديال السياق ديال السياق وديال التردي وديال وهاتش يبدأ مع ترامب مع أكستيرا دونك هادي الناس اليوم اللي الأحزاب كلها داخل سوق راسها هجوم على المكتسابات بالجملة أحزاب عندها أدرع نقابية ودراع نسائي ودراع شبيب وضعيفة أنا ما تقولكش هندخل سوق وقد طلب من المهداوي صحفي اللي ما عنده عشاليلة بغي حل محل قوى سياسية ولي ما قادرتش تديره قوى أنا لأس شي تعايا عندي ردوان وظلموا مسؤول دياله استقبلته وضرت على راق هدا قيت عبره ما دخلتش الحبز دابرة لا بس على ما دخلنش الحبزات في هذا الوقت لا لا إن شاء الله لا انت منت لبو ما بارغتش حاول ناسفها حيث أنا يؤليموني الناس يشوفوا الجزر وابلنا نبشي بدبابة يوش بغيتي عاود تاني ندخلوا المرة الجاية بباش ببيبية ولا بطنك ولا بصاروخ ولا بب الناس خصيت شوف حاميد كتل خارس قادر في هذا المحر الممين اللي يدغو من الجوحرين مرتين أنا مشيت نخافه خافهم الله وكل خاف بمعنى ما مشيت خاف طبيعي بشارية ولكن يعود تاني ضد التحور وضد الأستاذ يعني حاميد ماشي هو من ديور غباش يدخل الحبس لا الأستاذ أنا شوف أنا ملي كان في الصباح عندي هدف ما رجعش للحبس أنا باغي نخدم بلادي مع الشرفاء للبلاد وسط المؤسسات دي للدولة وانا قلتها وكان عمر بها فم واني بغي يتقلق عاود مخو أنا تلقيت ناس حيث الحبس وراني كين مسؤولين وسط المغرب لا عمرهم دهر واللي غي يعطيني شي ريال وغي يزيدو فيه من هدي المسؤولين صافي لا يعطيني شي ربعات ريال ولا شي قريمة ولا شي مصلاحة ولا زع ما كان ناخد شي حاج أدعيني والله ما يسمح ليه ولا بغيتش ما غادي نرجعو لهذه مسألة هدي كين مسؤولين في المغرب لا عمرهم دهر هاتش اللي مغاوش يفهمون الناس حاميد مهداوي واش ما بعد السجن مرحلة الحالية وكين مسؤولين مش يزوين ناردوان وطبعا لا باش بيقولك شو المهداوي كين مسؤولين خايبين وكين مسؤولين زوين وكين خايب في كل بلاصة هاتش اللي عطل الله عدسي حاميد واش حادين كتلقى راسك قادر تقول وتكتب دك ش اللي كتفكر فيه كله ولك تده الرقاب على راسك حادين الدولي دهبا اه دهبا اوي ضروري يا دهبا كلمان سرقاب على العلاصي عادي وعادي جدا شوف ارضوان نضرب واحد اللغة وانا را كانت تافق الأستاذ ما عاش كيفاش نعطيك واحد صورة زوية وانا ده بعدك واحد تبصيل اها عادي كتكب فيه اللوبيا وابلالعدس علاقات لك التبصيل اللي عندك وانا غي تفرط لك فوق الطابلة وتوسخ وتضيع وكادا هسك تكب علاقات التبصيل التبصيل عندك يدير عندك تبصيل كبير دير فيه كيلو تبصيل دير رابع هاد التبصيل شلو كي قصد به هو المغريب هو السياق كيفاش دير ماشي معناه انا انا كوكور انا كوكوت مغايش نكب ومشكيل فالتبصيل ماشي فيها اما الكوكوت عامرة ولكن التبصيل التبصيل ماشي يجي تتحيي حون راي العبرة ماشي تقول كلام ناري انا اعطيك ميتش دابا ندير لك انا تصريح دابا اه لي المهداوي ندخل الهبس دابا 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 ارا نشوفه الخسائر نشوفه الارباح منظمة تلعفو الدولية كالحييه وهاتا قاير الدولية المهداوي اعتقال اشتطل زيانة ولكن ام حسن انا قاس هنا هنا كننفع سوق الاربعة هنا كنجب الضحاية سلي قاسم هانا كنظر الاسعار غادي شوية بشوية نفع بلادي ومشي للحبسة باش عالنفع مهم تولي المطلب واحد الافراج فريم مهداوي انا ديوم كنقول ننفع الناس اكتر قدر ممكن هدافي هو ننفع بلادي والمواطنين والمؤسسة باش ندخل الحبس ولكن ما تلقاش نفسكرا هنا حميد مهداوي ديال الصورة اللي تخلقت ليك حطوريك واحد الماكات خص حميد مهداوي يكون بحلاكه صعيبة لا لكن شخصية قوية وطيق فراسك كيفش كتصرف مع هاد الحباب ما والله العادي ملك ما يمليه علي وعايته بكل شيء كنقول فين كن مصلحة بلادي وفين مصلحة جيك مالاخر وقصم بالله إلي كنقول هذا بوس سؤال فين كن مصلحة المغرب بالدرجة اللي ولو مصلحتي حيث أنا والمغرب واحد مش المغرب بشي تانا مصلحة نارمجة واحدة انا فين عايش عايش في هذا البلاد صدقني والله يا ما كنفكر بشي لايكات ولا جيمات ولا أشخاص ما فكرتش هزر البلاد؟ لا تعرضوا علي بزاب هاد النقاش تعرضوا عليك سمشي برا؟ لا مشي عرضوا عليها نزع ما تيقولوا ليها هلاش ما تبشيش برا؟ يمكن لي نمشي لبرا وشي وقت معرو مشي سائحة مشي نضرب دوائرة ما عندي أدنى مشكلة هذه بلادنا ردوان بلادي وبلاد علاش نخليها لما نخليها؟ مغرب برا فيها ترابي الغربة قميحة يا ردوان طب ما عندك عائلة سوّل على الغربة هاردوان وخد كون عندك مال الدنيا برا وتحية الناس المهاجرين من هاد المنبر تخسك نشات وخسك سلام والإنشات والمضهوسة وممتاز نرشع بك حميد إلا سمحتي النهار عطيتي موقف النقاش دي الشيخ والشيخ ندموك حميد لأنك خرج دي وغردتي خارج السرب عادي حميد والله تعادي حسيس بك تأثري ذاك والله ردوان ثق في ينقول هاليك إلا من واحد الجهة أش كيدلوك تردوان أش كيدلو العدد من العباد الله عادي الاختلاف شوف أنا بنسبلي ذاك النقاش دي الشيخ والشيخ ردوان زملائي لا إلا إلا قدرت والله ما يستحق مني تتانينا ويكدار نقاش دول المستوى لا أنا ما كيهمنيش لا كي الأسعار وكي المعيشة هذاك نقاش مفتع على أنا أنا حميد المشيكي همني الموضوع دي الشيخ والشيخ ولاش نعتقدتي ولاش نفكرتي ولاش نفكر الطرف الآخر واعتقد الطرف الآخر أنا قصدي وهمي هو التعامل ديال الجمهور دي الحميد المهداوي مع حميد المهداوي رفضوه أنك تخرج من الماكيت اللي تصوبت ليك ولكي ناردوان را ما كيش تقطع في هاد الحلقة لا وانك تقطعشيها لا والله إلا قطع عرفك راني حاسب كل شيء حيش هات السؤالة طرحتي هاي قودنا الواحد نقاش فيكري ما عارشوش الزمن كي التاسعل ولله ما عارف حيش وش نكونه موضوعي ناردوان هدا نقاش كي قودنا الواحد السؤال مهم واش الواعي ديال الباشرة الواعي ديالي ودير كتا أردوان هو وعي المغاربة واش هو وعي كان نجيبوه من عدوالي دينا فكرشنا مصنوع وهذا كواقع دارنا ما كيش بدلش واش هدك الواعي ديالنا كنا ناخدوه من الواقع اللي كنت ربعو فيه واش هدك الواعي كي جينا من السماء الشي هدا هو مربط الفارس في هاد النقاش لا بغيت الشيخ والشيخة بمعنى آخر اش بغيت نقول لك احنا ما عاجبناش هد الهجوم ديال العباد الله علينا وهد النقاش كل يش بدوا ورخصنا مش نعالجوا الأمور فيش درها لا بغينا نخرجوا بمعنى آخر هاد الناس من جيبوه الواعي كيجيبوه من المدرسة كيجيبوه من الوالدين من الشارع احنا غرج عن نقاش مان يلمسؤول على صناعة الواعي في المدرسة وفي عدد من الفضاءات هي السلطة هي الدولة فلا كان شي مؤخدة مؤخدة للحكومة والسلطات هالخطأ اللي كنديرو احنا شنو كنديرو كنحاكمو الانسان بمعزل على الواقع اللي يتربى فيه هاد من هجي خطأ مدرسة الناس في اوروبا وعلى مدرسة الحوليات ولمشير فوقو ناس رام بشو بهدن كتسمى أركولوجيت المعريفة يعني خصنا نقلبوا هاد الناس من يجيهم وعيهم ولكن فاش غدي هاجمو حاميد مهداوي بسبب الشيخ والشيخة ويديرو اللي حاملة ديال السينيار وزيد وزيد فاش كتكلم على مثلا مطريبة وكي يجيك الحاملات واش غدي نرجعو للمدارس القديمة ونرجعو المنهجية عادي نحلوها ولكن نوصل القناعة ديال حاميد مهداوي لاخر جتيم هاد المربع انت ماشي ديالنا ما هابقيتش صوت الشعب انا عادي شوف انا عارف مكتبويش تخرج اللعب مع شي احد لا لا واعلقو لك احد الكريم البرح احذرت ان اعطيك ميتال شوفها ردوان رو الله ما ترضي الناس كاملين خطير رات واحد ما عليه الاجماع الله عز وجل بجلي قدره وش عليه الاجماع مئة في المئة كل ملاحظة وكي الشيطان هذا الله خالق الكون عز وجل فما بالك حاميد مهداوي يا باشار ما ما كين نشقى على ناكرة الموقع نلقى الراسي وعدد من الاولياء ورسول ومولوك ورؤساء اكسترا فهم الفكرة احذرت اهه انا كن هن المغاربة خول ممكن ش ما فرحش معي انا اصلا كان بغي كورة وكواري كنت بزاف كان حمق الكورة وكان حلمين كن كواري مشي صحافي في الاصل اهه انا كن بغي الكورة وهالضربة اللي عندي هنا كورة دكش اوي كتلعب مع واحد دوار واحد خيناه قالولو قالولو هادك هادك كتلعب تسعود افونسان اهه قالوم قالوم شدو هادك شدو هادك هو شدب هادك شاءنا من اللي غنطلع من الزاوية هو طوال مني هبط علي بالمرافقة هناك فالحطلية هادية 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 رعبة شر وكل عصاب الكورة وكل عصاب وكل عصاب الاعلام وكل عصاب يوتيوب كتلك السيردوان كشبت هديك تدوينه وخيجو ايام قلت تحية للراجة اللي ويديد خوتنا وفرحت خوته المغربة وستحدها والراجة والنصبركين وكل فرق المغربية عاش قل لي واحد مشي واحد مشي شمشي ثلاثة بزة يمكنك ترجع الصباحة انت حكت ترضي الخوات ترضع ما بمفهوم الجمهور ما تخسره شو ما تبقاش لاحظ يلا كانت عنه انا عن قيل عنده الحق انا عن قيل الخاطر لكل شيء انا جايك فادي وكتخسر راسك في الاخر لا 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 والله ما كان خسر راسي انا اشوف ليك يحب شيء حاجك يحافظ عليها وهذا اللي كتبه التدوين اللول معها عجو 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 قنعته حسيت بيه اللي نعلقه معه ويمحيها بقى واخرين جوا من البات ليك يحب شيء واحد انا كان احب الراجة اذا با الويداد ادرب حاج وكين جمهور الراجة ايلا قت برافو الاصل هو الويداد وبغيت نذكر ذاك جمهور الراجة كان بغيه يوقف معايا كذا نحافظ عليه ما نعزلوش نذكره بشكل حنينا صاحبي هلش حني عدنا عقلية سيلمية قراها انك لا انا بغيش نخسر الناس يا كونهاك يا كونهاك انا انا شوف انسان الوعر انسان الوعر واللي كيقدر يربط اكبر علاقات اجتماعية ده برضوين تلقيتك ما صارك شكولي عاونك ماشي راسك الناس بدونك يدلعون هادا دفعلك هادا خدمك هادا اعطاك هادا شي الانسان كاينجتماعي كيحتاج للصحاب والحباب والعلاقات قلت عرفش يواحد المساخيت تكونوا مرضوا كتلقاه مزلوت وخيب وعلاقل لك شي خيب تكون قاعدك فلوس صورش يواحد مع الدو تاريور وش محول مزلوت وخبيت كون بعدها وليس مشغيلة انا مني كنشوفه ما صاري حولوني الناس كنت عامل مع الناس مكن مغيش نخسر الناس هدا هدا ديدانوني هدا 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 في ديري هدا طبيعتي مكن مغيش نخسر الناس حميد مهداد ماشي ازعمة كيما في السرحة سيد سامحه والله معنا بغيشش نجب دلقسميتو حقه اللايكات والفلوس اه اه نازل صحيح ناغا نجب دلقسمية لانه قلتي كتبغي تحافظ على العلاقات وذوق اجتماعي ولكن ربما تتسرع في الحكم على بعض الناس وما حدث مع سحمد عصير نموذجا ما حدث مع ابن كيران نموذجا دغيا كتبا ابن كيران اشقال لي يا شيطان مسماك شا حامل له وانا عايت القيادي معه قلس مع هوية سفلان لباس 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 قلت له الحبك عن صيف لك هاد الرابط قلت له ربعات الصفحات داين انت صاورتي صاورينو بالكيران من كيران يهاجم المهداوي قلت له انا مصدقش قلت له وش عليا هاد المقطع دا لي يا حميد عليك واقسم لك بالله العلي العظيم قيادي كبير ماشي كنقول لك ده رجال الصف الاول ماشي رجال الصف تاني والعبارة اللي كان قالوا خمس وده بنعطيتك دبا ملكة عي دبا انتاردوان كنتي نتوي يونس ضفقير وتحييل الزميل يونس في هاد المناسبة يونس مثلا نتويه يونس قاسين قلت له شي كلام عايت ليونس قلت له يونس واش ردو حميدك قصدك ويونس معك قاس صار ماشي شي واحد سولتك إذا انت متأكد بأنه أحمد الله قصدك انت وانا قيادي مع قلالية اللي حميد ركي قصدك انت علش مارك مع بن كيران ومالي مع اخ نوش ومالي مع العثماني ومالي مع عجطة ومالي مع السير الحموشي ومالي مع السير الشباط ومالي مع السير الشقر ومالي مع عباد الله كل شي كانت تأكدو الأستاذ عادي وعادي جدا أعطيني شي واحد أنا في هذا البلاد خليته على خير أعطيني عوح تقول لي يا حميد هذاك مش بتيش ليتي حسنة بغي البلاد تتغير كان عطب راسي كان دير السميتو وذلك الواجب ديري من قد أصيب وقد أخطئ ولك مني والصحافي حي تقصير اللي بغي يغسر يدوك هو برأسه ابن كيلان وماذا هذا كلام لي يقول على راشد نيني أنا راشد نيني أشدار لي بالسلام ما زاميل مع ممره كتب تستر كتب مرة علي خبر موسيقى جدا ونهالي تعتقل التوفيق بوعشة راشد نيني أنا أول واحد درت ميلف عليه في الرهان والسحم الجزولي وحي فيه ثلاثة صفحات وليدرته مع راشد نيني ليقبله عقل وراشد نيني وليدرته مع آنوزلا وليدرته مع بوعشة وليدرته مع سليمان هادي واجبي وراشد نيني مرض لعليش تم تستر وليك مني ما قبلش من كيلان تكشي ليقالو فراشد نيني دابا وحيش أنا نيني ما دارش معايا غس تقول هاد ناقية من أستاذ أنت زعيم سياسي حامل مشروع فكري حامل مشروع سياسي عاد انتك تقدم راسك على أنك بديل على الأحزاب السياسية وأنك بديل لهم في القيم وفي الأخلاق وقد تقول ماشي ربما الطريقة باش كيت كله حميد مهداوي يلي توزعج وكتحسس مشي فقط أنا موزعج الأستاذ صحفي اللي ماشي موزعج ماشي صحفي الصحفي الصحفي اللي تلاتش لا لا كل قضاء بناتنا عمر شي واحد ربحني دعيت دعوة واحدة وخذيت فيها الباراء أفمك ناس عمر المهداوي سمعته خضاء حكم بخبار زائف ولا إذن بالحكس وكان أجي نقول لك حنا دبلا كتبع أنت موقع بديل طبعا الرئيس مجيس إقليمي دي القنيطرة جبنا الرئيس مجيس بلدي وعطاني بيان حقيقة والبان حضرت عليه فيديو حق الرد وقلتها قال وقال 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 أنا العيب عليك شي واحد عطاني بيان حقه وانشرته العيب العار اللي ما عايتش لشي واحد ما هاكينا بن كيران كان عايت لون دي لكذابها انتها أوديوح شو ما نخل شوف عمري ما قد تكو حد المعلوم تفضل سمح لي واحد مرة عايت لبن كيران وصي بن كيران لباس بخير لاش كن معايا قال واحد لكلمة قد حية ما غنقولهاش لا يسمح له عادي الطريقة قبل السجن وكان إلياس ديك سيك العمري في الهينون ديه في الهينون يعني في الأوج ديه وقال غادي معايا غادي وقال شي كلام خطير سيبن كيران أي صحفي يشد كلام وكان بن كيران الله يمي صور أخلاقي وهو أشوف سيبن كيران ويكدبني قلت سيبن كيران واش تسمح لي نخرج هاد الكلام قال لي كل لا قال لي لا أخلاق قلت وصاف يا سيبني والله معمره خرج إلي يومين هاد وكلام كنت ندير به الباس بديك اللحظة لأنه كلام صعيب شوية أخي ووزر قتله وقالها بقى يعاود لي أي واحد وعندي تشجيل صوتي ما عنديش مشكل شخصي ولكن أخلاق أنا أخلاق أنا عنديش دلمليون ولا ثلاثة دلمليون الأخبار تكون فراسي دابنا لا لا قلق لي كنقلس مع ناس هنا لونجيسيال لونجيسيال لا لا طيرة مصاري رأي عندي 12 و18 صحفة قلست مع مسؤولين دي الدولة قلست مع مسؤولين دي الأحزاب قلست مع مسؤولين دي الشركة عومية قلست مع محامون قلست مع أطيب عودوا لي أسرار تقول لي المهداوي تقول لي المهداوي هادي عفك خليها بيناتنا وإحنا رزانة صير دوا عندك الناس صعب ما كنخلوش أي حاجة وكنحتار مو سيب نكير نمشي عندهم بلسانوية عايشي يقول لكا ردوان عايط لي يا ميرك انت على دبا أنا غتتكبر علي يا دبا ولا تزكو أنفسكم يا ربي استغفر الله بكل تواضح لن دبا انت ردوان عايطي لي هناز عمانا انت ما عندك ميدال ولا مستي ما تستاضف ولا بالعكس زيان يا وإنا ما استاضفاني إيش قناة دي العربية ومستاضفاني القناة البيبيسي واستاضفتني هاي الحرة شاش عندي أهدي مع شحر شد واسميتي في تقير الدولية وش كون نتسي بن كيرا اللي مع تعيش المهداوي كان نقول نحا مشي حالفو كان نقول نقول روايته ونعاونه دبا انت غتستعدي رشيد نيني وغتستعدي المهداوي وغتستعدي الصباح وغتستعدي فلان وغتستعدي رضوان وعمل عدد للسياسة بي من ومعامل ها حايد المهداوي عطيني شي واحد صاحبو أعطيني عاو واحد معاه كيني صاحبو كيني صاحبو على كل حال وش كون صاحبو تنرى صاحب عبداليلة بن كيران مشركنان ملحو الطعام وكلينك سكسوب والله ها سيردوان وقصمين بي الله اسمح لي هاد كلمة فضل واحد التحية خاصة استدعبداليلة بن كيران من هاد المنبر والله ما عندي معاشي حاجة نفسية مبغيت وشي درك انه يقول الشيطان فقد ميزدقيته مـ ردوان والله ما أطر فيا شوف أخوي ردوان شوف أخوي ردوان رحم الله ومن عرى فقدره أنا تظلمت في زافة ردوان أنا تظلمت في زافة ظلموا ني ناس وقفت معها مقصمان وربو العزة وتجراحت وتتقلمت ولك مني هاتشي قداري كنقول ربو مادرش أخطأ ربيك مش هي لعب نكيلة لعب وغيت نقول لك ولكن والله أخو يا ردوان والله شهد على ما أقول ممكن بغيش نحلف لنا الحل بزاف خيب ولكن هذا ولف صدقني يا أخو يا ردوان صدقني إلا أنا مصالح مع راسي مصالح عفت لمركز بالكلمة أنا مصالح مع راسي ممكن أعتبر راسي نقالب تعليشي نبدأ تعليشي هين ناس ما فهمونيش بعضهم وغير الناس بالحكس أنا أنا إنسان خدوم ونعاون شي بنكيرين يصدقني أنا نكون أحدها مش بعيد منه مش هي عب نكيلين وشابات نكون أحدها ونكون أحدها أخنوش ونكون أحدها الحموشي ونكون أحدها أي واحد ما معنا نكون أنا إنسان أصحب يبغيش عائد البلاد زيان أنا ما عندي تابلة مع عب نكيلين ولا أخنوش كلا تعطي لنفسك نطيباه حميد بأنك إنسان قبيح بأنك ما تيقش في راه اللي قلتيني غيمشي يعوده أنا يا لا ونعطيتك واقع عد بالكيلين ده با أنا مع مريعة والتهاوكي يكدبني أما ش أنتا قلت حميد ممكنك تعطي هدلنطيباه وشوف أرضوان نرى ما يمكنكش تكون صديق الجميع وممكنكش ترضي الجميع ودالولي حيكون عندك فرقة طبعا أنت أرضوان ركت عاني من هالشي ما شك يقوله عليك وشك يكتبه عليك أرضوان وأنا كنشوفه وما زالت شوف عادي وعادي جدا هرا على الموصيبية اللي ما كشفوش عليك أرضوان تماما نهايتك ما بقيتش أما شك يكتبه عليها وشي يقوله شينا بن كيران فراسك يا رب استغفوا الله مخش نقول هذه الكلمة والله العيش هي شوية حيش أنا مقشانع بها شي الطريقة اللي هدر بي يا بن كيران يحتارمني أمن بهذه النقطة أنا ممكنكش حاجر ما قداش يسميني ما قداش يسميني راح سماهم كلهم ممكن بغيت تيريف شي واحد تقول فلان فلان علاش جريان الواحد اللي بدون اسم ما سمانيش علاش عشانك ما سمانيش راح عنده واحد اللي معلاء قوي عندك أنا عارفوك يحتارمني حتى أنا عندي مصحابوك يجيوك غير هو بغير يروضني أنا ما كانتروضش هذا أول فرق هو دار معايا رمالي يا واحد اللقط كتن حميد انتايا نية بزاف كثرة من القياس يا بانضي بزاف كثرة من القياس يا ربي لا نية بزاف والقدان يقول بانضي بعض المرات عادي وعادي جدا كملاع الزوجة أنا عباشرة أنا بحالي بحالك بحال كل باشرة هي شوية الشرف هي شوية الخير بعد المرة كان غلط بعد المرة كان نجيبها كانت مني نكون زوين أم مرة بعد المرة كان قد بسرعة وإحمد عاصيد ماشي كنت يقاسي في حقه شو كل هذا؟ أحمد عاصيد وأحمد عاصيد كان قاسي في حق راسه شوف الأستاذ عا نقول لكم حد فكرة قليل سول على أصحابه قبل ما نرجعوا بأحمد عاصيد وقسموا لك والله يا ربي شاهدوا المستمعين كي سمعوا لي عقل هذه المعلومة عيط الناس محترمين بناتي وبنات وفلان كلهم أجمعوا وقل لي حامد جاوبوا لك هذا دول المستوى هذا المستوى علاش في كل الخطأ دي العاصيد ماشي أنه انتقلني ماشي يقول لي حامد لاش اعتذرتي من حقي لأنه واتكوا بهم وضروه وفرعوه دوق الآخرين أنا كنقدر ولكن في الغرض ديرونتها مفكير كتبول وكتبول عنك مشروع لا، خلاص كتبول حامد المهداوي ما كانش عليه ما كانش ودقني في هذا المستوى ولكن من لي نقذ ماشي لضيفة أخرى تخلي اللايكات والفلوس والربح تم ما بان صغير وار ما خطوش ينزل هاد المستوى خليك علاش أنا انتقلت لشد الاعتبارات أنا وهاد الهضرة تقدر تجيك غريبة وغنقول هالي أول مرة عندك ولكن هاد يغندير فيها حلفة خليني نحلف وقسمو لك بالله العلي العاطم اللي كدبت حسب اللي يبغي قابل استيجنات شي سال كتعرف فهنا هاد شي البوليس كيعرفوه بش نجيك من الله خرفت رابونيس حتى أنا منك كي نعيش كانوا التمويل بعض الناس كيمولوني هنا كان عندي شرط في التمويل دائما اللي كي بغيولي مهداوي كان بغيك ماشي سمعت التمويل أهام تقلت ألاف درهم ولا كانا ما كيهمش ماشي نخلل الصحفيين حتى كانت السلطة تسدى علي الأحزاب سدى علي ماشي نعيش وهادو اللي كانوا كيمولوه وانا شيك وانا شيك وانا شيك عندك تقطحها والله ما تقطح كان دائما كنقولهم هكا أنا كنت حاطة نقولهم شوف تكون مع المؤسسات الشرط اللول عندي قسك تكون مع الملاكية مع المؤسسات البلاد والوحدة التوار تكن هكت يكون نقاشا عادي قوي جوج تكون مع الخط ديالي أنا الديموقراني مشيش تكون فاسد ولا صمصة ولا بيع وشراي وثلاثة ما تكونش مصلحة ما عندك والو المهداوي كتب غيكي يوقف مع الفقارة المغربي زيان عارفة مع أبا سمعني مزيان في هذه المعلومة قلتوا البوليس مشيش جديد عندك أنا عندها أول مرة كيخوش رأي العام البوليس عارفة نصف البوليس كيكونوا حقهم عادي كنقول لهم وكنقول هل فات شي لك تعرفوا الدولة ما عندي مشكلة أنا أنا ما كنخبعتها حاجة واحد واحد الباركة قليلة كيندمسنه هو عاصيد يقول لي يا أخي حميد عطي العاصيد ما تيحمش عاصيد أنا ش كندير العاصيد في ميكتب مقال كنديرو كنديرو القداء وكنديرو كنكبر بي كنكبر بي وربو العز إلقت غاية ووقت وقف كل شي شكب عاصيد ها هو أول مرة عيسم هادي أول مرة عيسم محمد عاصيد وعندي حويش خرين من غير عاصيد ولا كبالني خلي حجبها عاصيد راه هاد الإنسان اللي بكل راه كانت كنكت تضلمش راه الناس هاري يعرفوا المواقف وشنو ضحيت هذلك يقول لك الفلوس أنا ضحيت بالفلوس من أجل مبادئ وصحبة أنا أعطيك نموذج شو في قبو عشرين كانوا كانوا الخشيلاف مع بعض الناس مشي كلش وسط الحبس واحد المحامول مشي المحامول كاملا أخص واحد لجوش نقيت نقطة أبلا ما ندخلوا فيها كانت تحفظ فيها وكان الخليف على بو عشرين انت عصلت للبو عشرين رغم أنه دك السيد مشي نقولك كيعطي عادي يبراً في الحبس رساح بنترد ولا يرطح كعطيك واحد المثالان إلي تزيرتي حطيك ألف درهم في الكونتين أولا ألفين درهم ولا مزير قلت له زيد فلوسك وزيدها في راسك ومعندكش حراج تقول بإحضار خديس الفلوس من عند الناس لا عندي حراجي لكن شي واحد ضد البلاد عندي حراج وعندي الخوف أما من اللي نعرفك أنا رضوان ناخذ منك أنت في عندي المشكلة زوين مواطني ما عدت قديني قضائية لتعرفت النقيض ريف ماشي شفار ماشي نوفي هالمشكلة أنا تحت مو التشكي يحتاج دولك فيلك يلعيب هو ناخذ ولك مين يعطيني باش نضرب شي واحد الله يمع أمرا وقعت تعرضت الإغراءات تعرضت عليك إغراءات حميدة عادي جدا وتتعرضت عليك وأي صحر عادي جدا بزاف من الداخل ولا من الخارج لا من الخارج والله ما عمره أقسمون وربو العزتي وجلالي هانك أحل ما عمر شي واحد عدو المملكة المغربية زعم علي في هذا المستهد وأنا حرفت لك بالله يا ربي كينا ناس هنا عادي من مختلف ماشي نقولك بلاسة واحدة متنوع دك شي مؤسسة هدي إعلامية يبغي الشركة كله يقدر يكون ضحكة ليه شي واحد وحاليا محميد مدوي باش كيعيش هذا السؤال اللغز اللي عنا بزافة الناس كيقول لك السيد كنشوفوها في اليوتيوب كتكلم باديل ما فيهاش الإشهار باش كيعيش هذا السيد لا كنعيش بعض مرة بالإشهار كنعيش باليوتيوب ولش ما اليوتيوب وأنا كنقولها دايما أردوان أمم أبعا كنقولها الترمونت ولك يسمح لي يا ردوان عفاك نقطة دي العاصيد مهمة اللي نقطة دي العاصيد مهمة مش ما تشفهمش عايط العاصيد في التليفون ما شيفوش رحلي تلاحظ لنا يا بك سؤنية ما معنى سؤنية وحسنية قلت له السي عاصيد كتبت له ميساج وقيت نفهمه شو قال صور تكبر حيث ولا حد كي كيف قايا دير بحركة ماشيش نعيب عليه والله ماذا المقصود ولكن المهمة في قراءة الشخص وحال بنكيران هو عقليته وخال أخول في الضفة وخال في الضفة ولكن كي تجمع فوحكين التعالي بنامتي تكون جامل هامش وتصلت عنه الأضواء كبير كبير واحد اللي قلت يقولي حقار وهو حقارني تقفد تحليلي كيقول كل مهداوي بكل صورة لا انا كالعاش كنقول لابنكيران شلوه نقطة ضعفه كبير عن المغاربة كان مصير لا بغيتي تقديمة بتواضع لابنكيران نقطة اللي بناتهم كيتعالاو الأضواء ها يمكن هاد النوع ديل تفكيره حميد المهداوي كيدير بزفد العداوي لا 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 شوف الأسان ها بنكيران ها أخنوش ها عاصي ابحل هادو غاق قوي العداوات انا لقى الصاحب اللي مع الشعب والمزالط هادوكم أخوتي بيطلع شوف شكلو اللي كيكون كي غلط شكون هام فوقش الإنسان كيدير الزبلة في الأخلاقي والاججماعي نهار اللي كيتوهم راس ورافوق كل شيء الشي اللي كيتواضع عمره غلط منشوف شو حد زلق في الاججماعي عارفه ورات توهم بوعد بوعد لا انا راح هاليه في كل مهداوي الزفزافي عن هزفي العين اللي اخرجوا لها خلي الاختلاف معها قيبقى دوز الحبس عبد الحاميه انا هزفي العين دباعي هز العين انا براهما مصطافا وقس عائلة ديريك وخاكي نختار احمد راكيز عفك لما رضوان بغيتك وغيت الجمهور اللي كيتصني تفهم وفي عدي المشكل مع عاصيده وغيره انا حفظوا الناس صدحياتهم ملقوا السياد بانقاوش نطبعوا واش انا دوزت السين للحبس وبمواقف وبالصمود تقربس علي يا المهداوي مش يسولوك هذا ونديلك عتي دار ونصلح لك الفيديو ونديلك سبع ما عندكش حراج وما عندكش ايه ولكن الملكة تخرج للعينة فانت مجريبون تبقى بوحدك حاميد مهداوي انفضونا من حولك لانه كل مرة تخرج بوحد واشوفها الاستاذ انا الحمدو الله معايا المزالت كلهم كيبغيوني احسن حاجة المزالت كيحمقوا علي صدق لي ولكن احمق عليهم انا هدوما ادواجهم ولي الفقارة المزالت اما الشي هدو اللي مهدا نبغي نكون صديق الجميع نبغيش نكون صديق يعني علاقة وهمية لا صافي مليك يكونش انسان الادى وكذا يتخلاف بعين على الشعبوية حاميد الله سيدي مكان طلب شي واحد ابن كيران ملي قال له العالمي ذاك الكلام مرد عليه شي واحد وقع حيث ما تقولش ديب الشارف احنا مغربة مخلقين الاساد رئيس مؤسسة دستورية تقول ديب الشارف دي السياسة دافع زيره قنته ديك تقو حيث انت شاء لقلش ديب الشارف شايقون الشمكار وشايقون الاحباء وشايقون الكستيرا وادنيفو في الصعيب ليهبطونا لها حيبا الاساد شايبن كيرا الحمار محمار واشالاستاد عايش خويا واشحنا في تاريخ واعقول لي يا أخويا عرض الله إبراهيم الاستاد والنبار البكايو ورؤ القيادات والأطور اللي كانوا سي عبدالرحين بوعبيدو وعرض الله إبراهيم واشهدا مستولينا في الاخر المغرب لا لا والله يهديهم جميعا حميد نيسي قبل الله يهدي مخلق حميد المهداوي فايلت عليك شهد السنينة كارث حميد المهداوي نعطيك بعض الأسماء قد صفت لهم رسائل واتساب سريعة ما تطولش الله يطول عمر وليد الرجراجي المدرب دي الويداد الرياضي وحييه وأعزه وتحييه والله يجعر بيكر مفرحنا الله يجعر بيفرحه وحيد المدرب دي المتخب ووالله ما اعتذر المغاربة على ذاك السبال اللي اتصالح ما وجيب لي عشرين الاف كاس عالا قال كرامة المغاربة عدينا خط أحمر الأستاذ صرته أجنبي والله ما بوضح مش مشكلة يبقى غير يوضح أخلقاتي ما كي وضحش يعني تي سبنا كتاب والله وجيب لي تلتالف كاس عالا فوزي القجع رئيس الجامعة المالكي المغربي لكرة القدم فوزي القجع دكي كان شوف كلي كلمة حقته قال رجول دكي يعرف ما اينا يؤكلوا الكاتف ميداني عمالي عندي ليه مؤاخذات تهو كي تعالى قال لي كي تعالى ما شوف كلمة حق نقولك عمالي خق يخدم برافو لي حق إنجازات ضاف الكورة ولكن فيه دك كي تعالى ودير واحد الموحد صغير وارمعه كي يسمع له صافي وتسد على رأس بغيت ولا سلتوحنا الصحفيين خصو يكون سوبل معنا احنا ما عدنا معهتشي حاجة ما عدنا معهتشي حاجة عزيز اخ النوش رئيس الحكومة وعزيز اخ النوش هاتش اللي قال فيها بن كيران صعيب بزاف ديال صندوق المقاص ميمكن لهش يدبر العام وميوضح الناشط ينا دمته الاخلاقية كلام صعيب قال لي بن كيران كلام صعيب 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 خصو يدي البيان حقيقة يتوجي القادة اعتدار ندوي ويوضح ينادي الفلوس المال العام السرقة را وصفه راكين احاق ديال شفار اسمح لي على هذه الكلمة اللي ما تنقولش حاشا لا ما قالاش انسان عادي هذا رجل قال له رئيس حكومة سابق وكان معاه فهد الجانب هذا وكلمة لها اخيرة كنقول له ما تتغرش وشوف من سابقه بن كيران هو في كان هالعثماني هاجطو هاليوسفيره في القبر الرسالة توسل وحن شوي على المغاربرة تعدوا بزاف الاسم قبل الاخير محمد الهيني محمد الهيني اه دوزنا لحدة جميلة اه ما نساهاش اه اختار فرقتنا المواقف اختلفنا على ابو عشرين واختلفنا على واحد فكرة اخرى ما كان رايش داي من نجمدها اه دوزت معها شي حويز وينين ما نكذبش على الله اليوم تفرقنا كل واحد تشد الطريق دياله ليس هالي ليه واش نقول لي انطلقها هنا وياه لما اطرحت السؤال واش الاعتادر واش مع مع الاعتادر مش غالية انه هو غلط بحق الزاف ديال اللي حويجة الزامة معك قلبك كبيرة حاميدي لا اه بالله ما انا شوف اخي اه اردوان الناس لي ما 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 عارفوش اه اردوان انا كنقول ليك في اخر ما تفغى نموتو كاملين خاصت نسيحنو شوية الحبس اردوان قال لي مك يشفعش في الساجين صعيبني يولي صاحبي ساجينة اردوان بغد ندخل التفاصيل في الحبس ولد عنده عامينة اردوان تلسينة اربعة صاحب يشفعه في الولد اعلى كل حال الاسم الاخير الحميد نداوي رسالة البشرة ما فهم ما فهم ما قلته وهدي سابقة في تاريخ وانقول لهم الحقيقة انا مفتخر براسي شوية عندي شبوج نقصين عندي هدي سابقة في تاريخ للبشرية وربما عندي الشهود انني امام غرفة جينيات وقلت فيها امام القاضي الطرشي وانت كنت تحكم بالذبابات والسلاح وانسيتي السلاح وقلت شعرا في من تحبوها قلت له صيد الرئيس بالنسبة لزوجي يهواكي الفؤاد ما عشت وان امت يطبع صدايا صداكي بين الاقبوري هذا بيت شعري قاله جميل لبوتيناء واليوم ساضيف بيت شعري فهد الضيافة ذي هكي لا سمحتني طبعا لو ارسلت بشرى تبتغي يميني وان عز علي يميني لا اعطيتها مجأة يبغي رسولها وقلت لها بعد اليميني ساليني زيدي لخصك شي حاجة اخرى القنزرة كيش موشكي المرأة يا الأستاذ حاليف رائع والله خليل كل واحد مرت شوه واللي ما عندوش مرة ليس هلو فيها و هذا هو الأصل والله لا تحقش واحد يسمع لي دي الخاطرة البشرة وشي لاخر كيش شعر القاضي يبقى كيش شوف المحامون الحاضرين سووا لهم كل شي كعرف هذا الشي قلتوا بيت شعري فيها قال رائس غير كيشوف ستة حيش شوف لمك يبغيش مرته ما يبغيش بلاده ما يبغيش أحشاء راس واسم رفقا بالقوارير الأستاذ وقيل حديث آخر النساء ولا يحقرهن إلا حقير ولا يكربهن إلا كريب أنا كنت ألمني كي عندما في المرأة صاحب المرأة واحد الحالي كينا بعد النساء سامحهم الله باش ماشي نجمعوه ولكن مني لقيت المرأة كيفاش تحتضنها ولا لا امسا كون بمعروف أو تلاقون بإحسان أما العنف الله فتحيي لكل مرأة مغربية الرسالة وصلات حميد مهدا وعندك مظيف لنغلقوا المحضر وخسرين الوقت وتجاوزنا الوقت بخمس دقائق باش عندي مظيف كنشكرك أخو يا ردوان بزاف والطاقم التقني وتحيي الجميع السحمة الشرعي واللي استاضفونا وأنا رامون أنا صحفي أنا صحفي مغربي قد أصيب وقد أخطئ ولكن ما عندي شي أنا بغي هاد البلاد يكون زينة قد نغلط يوم غدا وبقى نغلط ولكن ما عندي شي سؤلني أحبوا هاد البلاد وكن نحب الجامعة وكن غلط حقا يفعل فكن طلب السماح عمل الجامعة الناس يسمحوا لي وأنا رام سامع الجامعة شكرا حميد المهداوي كتي معنا بدون لغاتي خشب واستعملتي لغاتي خشب أمن الحكم كما العادية كل المستمعين والمشاهدين أنا تنخرج ونقول لك واش تعملت يا ولا مستعملت يا أنا نقول لك أردوان لا والله ما كذبت عليك شي حاجة كنترك أخويا والله يا أخويا ما كذبت عليك والله شاهد ليه فاتشي اللي قدت ليك تريد شمعك من قلبي زعمامة والله يا خليدي ما قلبك كبير حميد كنت موفق شكرا لك كنت معنا بدون لغة خشب شكرا وفاق فائز في إخراجي الصوت كريم نيتسي في إخراج الصورة اسماعيل روحي وعد رحم سبيقي في التصوير حوارتنا دائما بدون لغة خشب كان خسني واحد لكلمات أفكر دوانو متقلق شبخان قارت علاش حيت مشي غمرتي الناس بزاف مشي عادوا يتقلقوا راكيناتاني للأسرة العائلة الصحاب المشامع المغربي حيت قلت كان حالي فتحي الكل واحد بقف معايا من أسرتي الخوت الوالدين الخوال العمام لنا بزاف الناس بقفوا معايا قوي بشكل قوي في المحن دي وبقى انت بوقف معايا فتحي الجميع ما يقولكش المرتين سلموا الجامعة المغربين نسان الناس كنا عمرت ولي كانت معه لا سيدا ركات معاك وش نوضيش يصدام عمي لا 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 يكن ضعك يكن ضعك ولا رغى نجيو نكلو أنا تحيي الأم دياني والله أخويته نقول لك من القنبي أنا أكرمني الله بواحد الوالدين وواحد الخوت واربي يشاهد عليهم الله يحفظوه مع حبيل راما كون شي يقول لكم شوف صفحتي وكن حيين وقفوا معايا مساكن والمغربة كاملة فضوله لي عودهم إحنا وشكرا حميد المهداوي إذا نحواراتنا دايما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة وخمس خيناش ولكن رفعت الجلسة ترجمة نانسي قنقر